بالمناسبة عجيبني انا هتلاحظوها يعني طبعا عشان احنا مكناش موجودين مبارح بس عدد كبير من الاعلاميين عدد كبير من الناس على السوشيال ميديا عدد كبير من الزملاء الصحفيين تحس كده في حالة دعم لمصطفى شبير دعم استثنائي كده هتقول ياها كريمة الدعم ده ممكن عشان هو ابن الكابتين احمد شبير بالعكس بالعكس ده الراجل دائما وابدا انا ما شفتش لاعب في الدنيا من هو لسه شبل من هو لسه عنده عشر سنين ينتقد ويهاجم ويهان وكل شيء زي مصطفى شبير ليه عشان هو من الكابتين احمد شبير ما هو كابتين احمد شبير اكيد اللي بيساعدو اكيد كابتين احمد شبير هو اللي بيدعبو في النادي الاهلي اكيد كابتين احمد شبير هو اللي بيدعبو في النادي الاهلي والراجل مصطفى شبير كل ما بياخد الفرصة بيقدم أداء ممتاز فإحنا لما بنيه ندعم مصطفى شبير في الأصل في الأصل بندعمه عشان يستحق ده عشان هو شال كتير قوي يا ما فيش لعب شاب ولا شبل ولا صغير كده بياخد كل هذا الانتقاد والهجوم من قبل حتى ما يلمس الكورة فهتحس إن التعاطف معاه أو يعني تحس إنه بقى الموضوع ألب تعاطف أكتر منه كمان مساندة اللي هو هو ليه يا جماعة الراجل ده بيتعبون معا كده وبعدين ده حارس مرمى النادي الأهلي مفيش مخلوق في الكون يقدر يجامل حارس مرمى النادي الأهلي معلع عينك يا تاجر تعرف مثلا لو في نادي وبالمناسبة ولا حتى في أي نادي بس يعني لو في نادي مش زي الأهلي مش بهذه الجمهرات الضخمة ممكن يبقى فيه نسب مجملات لكن إزاي ييجي في بالك إنه ممكن في النادي الأهلي هذه الجمهرية الكبيرة ممكن يلعب لاعب بالمجاملة أصلا هي الكورة كشافة بتكشف أي حد زي المصرح عنا الوقت بقى بجامل واحد عشان يمثل وحش ده متقيل حتش أفرج عليه غصب عني حتى لو عايزة أدخله للتمثيل واحد صوته وحش فروحت عملت له ألبوم وقلت له انزل يلا غني في الألبوم ده محدش هيشتريه نفس الكصه في الكورة هو حارس وحش هيبقى يخش فيه أهداف فهيتقال له لا ما أنت مشين فهتكمل عشان هتخصى الفرقة كلها وفيه جمعين هتعمل لسه هو بيلعب عشان هو حارس جيد بيلعب عشان حارس جيد ولسه لسه قدامه كتير لسه قدامه يتحسن أكتر لسه قدامه يبدع أكتر لسه قدامه انتقادات أكتر زي أي لعب يعني زي أي لعب